بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا حبيبي يا رسول الله ما زلنا بنسير معك في مسيرتك ونتنور بسيرتك حتى ننتقل لنسير معك في طريق النور فتكشف لنا الأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في حياتك حتى يحصل لنا اليسر فننال السرور بأن نعيش بأنوارك يا نور يا رسول الله إحنا النهاردة عندنا موقف مهمة أوي إحنا عندنا ملاحظين حاجة شويتين ثلاثة محتاجين نتكلم عنها وعيساعدنا في الكلام عنها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نعرف قد ايه كان فيه دعم ما بين الأقارب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنشوف موقف أول وموقف تاني موقف كان فيه دعم للرسول الله صلى الله عليه وسلم من أقاربه وموقف كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعم فيه أقاربه فاكرين حكاية الشعب ان قريش قررت ان هي تحاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعابني هاشم كلهم واتقطعهم مقطعة في غاية الصرامة وفي خاية السوق يابي أنت وأم يا رسول الله فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصار مع بني هاشم وهو حصار اقتصادي من أسوأ الحصارات اللي عرفتها الجزيرة العربية فلما كان التجار ييجوا إلى مكة يسارع على مكة ويشتروا منهم السلع بأعلى الأسعار بحيث أن ما يوصلش أي سلعة إلى بني هاشم في الحصار وما يسمحوش أنهم أبدا يشتروا أي حاجة منهم لدرجة أن حضرة النبي أنفق كل ماله كل ما يملكه في السنوات دي وحتى أمنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وسيدنا أبو بكر كلهم أنفقوا وبني هاشم أنفقوا كل اللي عندهم لدرجة أنهم وصلوا ببني هاشم أنهم أكلوا وراء الشجر لدرجة أن شفايفهم تشققت ولكن سيدنا أبو طالب هذا الشيخ ذو الشايبة اللي بلغ ساعته من العمر 80 سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو هدفه وأهم حاجة في حياته وكان بيرعاه فكان سيدنا أبو طالب يسهر الليل ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو عمه بمنزلة أبوه يأمره أنه ينام على فراشه فإذا نام الناس وعلم أن حضرة النبي نام وهو لسه سهران يقول لحضرة النبي يقوم ويخلي أحد أولاده ينام مكان حضرة النبي ويأخذ حضرة النبي ينيمه في مكان محدش يعرف مكانه فيه خالص لغاية ما في يوم كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس معاه وكأنه بيكلم سيدنا أبو طالب في إزاي إن الحصار ده حصار ظالم وما يصحش فحضرة النبي رح قال لسيدنا أبو طالب قال له لا عليك يا عم وبيشتكي أبو طالب لحضرة النبي فيقول له لا عليك يا عم إن صحيفتهم الظالمة هم كتبوا صحيفة عشان يتفقوا على حضرة النبي مبنيهاش إن صحيفتهم الظالمة قد أرسل الله عليها الأرض فلحست كل ما فيها إلا ذكر الله وكان على رأس الصحيفة مكتوب باسمك اللهم قال أبو طالب يا محمد هل ربك الذي يوحي إليك وهو الذي أخبرك قال أجل فقال أبو طالب إنك لصادق فوالله إنه لا يدخل عليك أحد يعني ما حدش قال لك الكلام ده وأنت لا تكذب فسيدنا أبو بكر هم كده ورح أي مفزوع أي فوسب وراح على أهل مكة فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تراح فين قال أواجه قريشا فدخل سيدنا أبو طالب على قريش في نديها فلما دخل كلهم خرسوا كلهم سكتوا فقالوا مرحبا بأبي طالب فجلس فقال لهم لقد مضت بيننا وبينكم أعوام ثلاثة وبيظنوا إن سيدنا أبو طالب جاي وعايز يخلص المسألة دي بإن يسلم حضرة النبي فهو بيقول لهم إيه إحنا مضى بيننا أعوام ثلاثة واليوم استجد أمر قال أبو طالب فليجتمع كل سيدة قريش فاجتمعوا رح جامع كل سيدة قريش قال أحضروا الصحيفة من الكعبة ففكروا قريش أن أبو طالب عايز يعمل إيه عايزي خل يأخذ الصحيفة دي ويمزق فلا فوجدوا حاجة غريبة فأخبرهم قال يا قوم لقد أخبرني محمد أنا مش عارض على الصحيفة لها قال أقد أخبرني محمد وكلكم يعلم أن محمد لا يكذب لقد أخبرني بأن الله أرسل على صحيفتكم الأرض فلحست كل ما فيها إلا اسم الله ولم يبقى من ظلمكم وقطيعتكم شيء فأعدوا يضحكوا فضحكوا وصاروا يسخرون من كلام أبي طالب فقال لهم بالروح لا تعجلوا لا تعجلوا يا قوم واسمعوني تعالوا نتفئ إذا كان محمدا صادقا فيما قال فعلينا أن ننهي هذه القضية نخلص بعض الحصار ده وإن كان قد كذب فيما قال أسلمه إليكم لتضربوا عنقهم هل أنتم موافقون فأسرعوا هل تجلهم ويجلهم منين بفرصة دي وفكوا الختم ختم الباب وراحوا مسكوا الصحيفة فإذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو طالب هل تبين لكم الأمر يا قوم فإن محمدا لا يكذب فقالوا شوف نفس الإصرار على الخطأ فقالوا هذا من سحر ابن أخيك لكن شوف إزاي سيدنا أبو طالب دعم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف حضرة النبي رح حامل إيه بقى مع أولاد سيدنا جعفر حضرة النبي رح دعم أولاد سيدنا جعفر عشان يرد الجميل لسيدنا أبو طالب فلما استشهد سيدنا جعفر في غزة مؤتة رح النبي صلى الله عليه وسلم لبيت سيدنا جعفر وقال ادعوا لي أولاد جعفر وكانوا ثلاثة عبد الله وعون ومحمد وقال ادعوا لي الحلاق فجي أبي الحلاق فحلق رؤوسهم ثم قال عشان بيزينهم يعني بيجملهم أنتوا لسه لكم أب قال أما محمد فشبه عمنا أبي طالب ده شبع عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ده شبيهي أنا ثم أخذ بيد عبد الله فأشالها يعني رفع فقال اللهم أخلق جعفرا في أهلي وبارك لعبد الله في صفقة يميني قالها ثلاثا ميران ثلاث مرات حضرت النبي كرر ده فجاءت أمنا أسماء بنت عميس فذاكرت يتمهم يتم الأولاد فقال العيلة يعني انت خايف عليهم الفقر تخافين عليهم العيلة يعني وأنا وليهم في الدنيا وفي الآخرة فقال لهم انت خايف عليهم الفقر وأنا ولي أولادك في الدنيا والآخرة حضرت النبي في صرته سواء كان في دعم سيدنا أبو طالب له أو في دعم حضرت النبي لأولاد سيدنا جعفر بيعلمون حاجة مهمة قوي غيبة عن حياتنا الأيام دي إزاي الأقارب بيدعمهم بعض إحنا يكاد الأسر والعائلات قربت تنسى وجوه بعض وقربت تنسى الحياة مع بعض وده أمر مرير جدا جدا كان زمان العائلات متماسكة لدرجة أن الكل واحد فينا لما حد يتوفاله من والديه يحس أنه عنده أب وأم مكررين بعدد وجود الأفراد في الأسرة وفي العائلة إيه اللي حصل لنا الأيام دي؟ الفردانية أكلت قلوبنا وكمان إحساسنا بإني ما فيش مصلحة أني تكون مع أقاربي مع إن المصلحة كبيرة المصلحة هو إن العلاقات الممتدة تفضل بنا لإن العلاقات الممتدة لما تفضل في شكل العائلة العلاقات الممتدة دي بتحسسنا بأمان الله ربنا ما خلاش العائلات وما خلاش فيه امتداد في العائلات إلا عشان تشعر بالأمان وإن الأمان فيه جيل بعد جيل بعد جيل العائلات منا من الله العائلات منحة من الله والأقارب منحة من الله لكن فضل الناس يعمموا مواقف سلبية من بعض الأقارب لغاية ما الأقارب بقوا عب نعمل إيه عشان نتخلص من هذا التصور اللي ما ينفعش وإحنا بنحب حضرة النبي يعني أنا لو رحت لحضرة النبي بتعاملي مع أقاربي هيكون فرحان لو بص كده لمجتمعنا وشفنا وإحنا متعامل مع أقاربنا هيكون فرحان ده يسيد الأقارب بيفضلوا يدعموا الشخص لدرجة أنه لو تحمل تبع كان عندنا حاجة أسمع العاقلة يا سادة الأقارب دولة ربنا سمهم أقارب لأنهم بالإحسان إليهم تتقرب إلى الله إيه اللي حصل بنا ما بقيتش العائلات والأقارب زي زمان ليه عشان خلاص كل واحد فينا بيعيش لذاته وبيعيش للأنا سموا بعد كده بنشتكي هو الكآبة بتيجي منين هو الوجع بيجي منين لكن تخيل لما زوجة سيدنا جعفر كانت بتشتكي يتمأ أولادها وجدت سند وأي سند النور والجمال وكل الصفات الشهامة والرجولة في قريب زوجها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه أنا أقول لكم شوية حاجات ممكن نعملها والحاجات دي ترجع تاني تجدد في قلوبنا معنا القرابة تعالوا نعمل حاجة اسمه لقاء زي كده صالون بنجتمع فيه مع أقاربنا ولو كل شهر مرة نعمل إيه نتكلم فيه إزاي إحنا ممكن نجعل نجعل للقرابة بتاعتنا وللعائلة بتاعتنا نشاط في خدمة الناس أو نشاط في المحبة أو نشاط في رعاية أي حد محتاج رعاية من أفراد العائلة فنجتمع كل شهر ونتكلم حتى في الأمور العامة ونتناقش فيها ويبقى فيه ود ده هيحل أمور كتير جدا الأهالي هتعرف بعضها واحتمال كبير يحصل إن الأسرة تمتد تاني لما الأهالي يتجوزوا من بعضهم ويرجع المجتمع يتمسك مرة تاني كمان فيه حاجة مهمة جدا أنا بطل من الأهالي أن يبقى عند كل عائلة صندوق صندوق دوت من التبرعات عشان رعاية المحتاجين أو الفقراء أو المساكين في هذه العائلة الأمر دوت عيرجع فينا معنى العائلة ويرجع دورها ليه إحنا عايزين العائلة يرجع دورها عشان كل واحد فينا ما يحسش إن هو تقطع من جدوره عشان أولادنا يحسوا إن هم عندهم امتداد عشان أولادنا يحس إن هم عندهم انتماء ولازم نعرف إنه هو اللي بيصنع الأمان الانتماء هو اللي بيصنع الاستقرار الانتماء هو اللي بيصنع ثبات الشخصية وجزء مهم من المناعة النفسية هذا الانتماء ونكمل ده ان احنا نعمل مبادرة تانية قلنا نجتمع في صالون عائلي كمان نعمل صندوق للإعالة للعائلة وثالث حاجة ندعو بظاهر الغيب لكل واحد من عائلتنا عشان ربنا يكرمنا ويجعل دايما التماسك والترابط ويجعل محبتنا على الدوام توصلنا إلى القرب من الله سبحانه وتعالى ونكتب على قلوبنا الأقربون أولى بالمعروف والمعروف هو الذي يجعلنا معروفين عند الملك العلام سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا ممن يتمسكون بعائلتهم لكي يكونوا من أهل الرضاك وأهل محبتك وأهل ودك يا رب العالمين